السلام عليكم ورحمة الله، إخواني الكرام من زمن وأنا أود الحديث عن موضوع الإسراف في استخدام لقب دكتور مع حاملي شهادة الدكتورة هذه الظاهرة لها مساوئ كثيرة ونحتاج جميعا أن نتخلص من مساويها بعض الإخوة وبعض الطلاب لما يكلمني لازم كل جملة يحط فيها كلمة دكتور نعم دكتور أكيد دكتور وأحيانا يقول جملة كاملة وينسى فيها لفظ الدكتورة فبعد ما يسكت زي اللي بيستدرك فيقول دكتور وكانه يعتبر من الجفاء ونقص الأدب اللي يقولها شوفوا يا أخوانا أدب الخطاب من الإسلام لكن النفخ في النمرود الصغير في نفس الإنسان ليس من الإسلام تغذية حب الاستعلاء في نفوس الناس ليس من الإسلام تعالوا نعود مع بعضنا مساوئ التركيز على الألقاب خاصة الدكتور أولا تشعر الدكتور المخاطب بأنه متميز عن غيره وهذا ينمي فيه الكبر والاستعلاء على عباد الله قال الله تعالى لذلك إذا قلت لي أخشى إذا لم أنادي الدكتور فلان بلقبه أن يزعل ويحس أني أن تقص منه أقول لك هذا إذا أكثر واحد تحتاج تناديه باسمه حاف أو يا أخي علشان ما ينتفخ النمرود الصغير في نفسه حتى لو كان داعية وحتى لو كان دكتور شريعة أكبر داعية عنده النفس أمارة بالسوء وعنده شيطانه الخاص ثانيا إخواني الإفراط في لقب الدكتورة يشعر من لا يحمل هذه الشهادة بالدونية حصل مرارا أن أكون في موقف هناك من يعرف على مجموعة الدكتور فلان والدكتور فلان والأستاذ فلان أو الأخ فلان هذا الأخ بيحس حاله ناقص لأنه ليس كالآخرين وهذا يترتب عليه المفسدة الثالثة ألا وهي التفاضل بمعيار وهمي يعني لم يجعل الله تعالى التفاضل على أساسه كلمة الدكتور أصبحت في حس الناس تساوي الشخص المهم أو الشخص غير عادي الشخص المميز لذلك الناس إذا احترمت شخصا فقد تقول له دكتور فلان فيقول لا يا جماعة أنا مش دكتور خلص في الحس أن دكتور شيء فخم ومش دكتور أقل منزلة لا إخوانا القاعدة الربانية هي إن أكرمكم عند الله أتقاكم بل وعند البعض لازم تعرف متى تستخدم سعادة ومتى عطوفة ومتى معالي وإلى آخره لا تقول لي حفظ المقامات ولا تنموا النماريد الصغيرة في الناس كفاية أن مريد الكبار من المتسلطين بلاش نحن كمسلمين أيضا يتعالى بعضنا على بعض ستقول لي لكن يا إياد الإسلام حث على العلم والعلماء لهم منزلة فأقول لك العلم ليس محصورا في الدكتورة وكم من عالم جليل بلا دكتورة وكم من جاهل سفيه يحمل لقب بروفيسور مش بس دكتور فلا كل عالم دكتور ولا كل دكتور عالم أنا شخصيا أعرف أخا ذكيا مجتهدا من أهل العلم الشرعي يدرس الدكتوراه في الجامعة مع أني أحسب أنه يضع كل دكاترته في جيبه الصغير كما يقال لكنه يفعل ذلك يدرس الدكتورة لأن فتواه وكلامه لا يكتسب وزنا كافيا عند كثير من الناس كونه ليس دكتورا وهذا يترتب عليه المفسد الرابعة للتركيز على الدكتورة ألا وهي تضيع الأموال والأعمار من أجل الحصول على هذا اللقب آلاف الدنانير وسنوات من العمر علشان يحط دال نقطة قبل اسمه مع أنه في كثير من الأحوال لا يحتاجها ولا يحصل على علم يبرر ما ينفقه من أجلها من ماله وعمره لكن أصبحت وسيلة للتفاضل الوهمي وهذا احتلال ثقافي نضع نحن أيدينا في قيوده نظام أكاديمي مرجعيته ليست الوحي والتفاضل فيه ليس على أساس التقوى ومع ذلك نضيع أعمارنا وأموالنا في التنافس فيه لأننا كمجتمعات مسلمة محتلون نفسيا له الأصل في المؤثرين أن يعملوا على تغيير معايير المجتمع ويثبتوا أنفسهم بعلمهم وعملهم ولا يحرصوا على الشهادة إلا إذا قدمت لهم علما حقيقيا وحينئذ فكسبوا احترام الناس الذين يهمهم الألقاب فائدة إضافية إذا رافقها تواضع وتسخير لهذا الاحترام لصالح الإسلام والمسلمين المفسد الخامس للتركيز على الدكترا هي إطفاء الشرعية على الجهل أو الضلال لمجرد أن قائله دكتور كم من فتوى ضالة كان لها هيبة في نفوس الناس لأن القائلين بها دكاترة كم من علم زائف يبعد عن الله ويشوه إدراك الناس اكتسب مصداقية لأن القائلين به دكاترة وكأن دكتور تعني عالم نزيه مصدق فيما يقول هذه مفاسد خمسة وهناك غيرها ولنتذكر أن عظماء الأمة لم يكون دكاترة ولنتذكر أن كبار الصحابة كانوا ينادون بأسمائهم أو كناهم كما قال أنس بن مالك فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم علما بأن كل دكاترة العالم لا يساون يوما من أيام أبي بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقفا من مواقفهم التاريخية طيب بعد هذا ما المطلوب المطلوب أولا أن لا تكون الدكتوراه في كياننا معيارا للتفاضل وأن نقلل استخدامها وأن لا نحس بأي حرج عندما نخاطب دكتورا باسمه وإذا كنت دكتورا ما تحس بأي حرج إذا تكلم معك أحد لفترة ولم يخاطبك بالدكتورا أحيانا من المناسب استخدامها بتكرار مثلا لما تخاطب دكتورا يكبرك سنا من باب أدب الخطار مثلها مثل قول يا عم لكن حتى في هذه الحالة مشكلك الموت الثانية دكتور دكتور كذلك بين الجنسين خاصة في ظل الاختلاط في أجواء العمل فمخاطبة الشخص باسمه يحدث مودة فمن باب الرسمية في التعامل وسد منافذ الشيطان يا دكتور يا دكتورا تساعد على إبقاء حد أدنى من الانضباط في التعامل أقول لكم هذا الكلام كله إخواني وأنا دكتور برتبة أستاذ مشارك يعني الخطوة التالية بروفيسور إن شاء الله وخري جامعة أمريكية في تخصص علم الأدوية وبتفوق بفضل الله تعالى ومع ذلك أقول لكم ابدأوا بي أنا إياد نادوني إياد أخي إياد لا تنفخوا في الناس لا تنموا نماريدهم الصغيرة الله ارتضى لنا الأخوة ورسوله ارتضاها لنا فارتضوها لأنفسكم وكونوا عباد الله إخوانا والسلام عليكم